استعرض مكتب مجلس الدولة مشروع تعديل بعض أحكام قانون الوثائق والمحفوظات ومشروع قانون الأوراق المالية المحالين من مجلس الوزراء الموقر واطلع مكتب المجلس في الاجتماع على رد مجلس الوزراء بشأن مقترحين حول دراسة القروض والتأمينات البنكية ودراسة ومراجعة قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث كما استعرض التقرير السنوي لجهاز رقابة المالية والإدارية للدولة لعام 2020 وفي ختام الاجتماع تطرق مكتب مجلس الدولة إلى مقترح من أحد أعضاء المجلس بشأن نظام اعتماد ومعادلة شهادات الطلبة العلمية للدارسين خارج سلطنة عمان ترأس الاجتماع معالي الشيخ عبد الملك بن عبدالله الخليلي رئيس مجلس الدولة